في عصر الملاعب الحديثة أصبح الجمال المعماري والابتكار عملة ندرة في الفيديو ده هنسلط الضوء على ملاعب رياضية غريبة جدا ومميزة بعمارتها وشكلها ومكانها اللي تبنت عليه كمان من ساحات القرون الوسطى لقمة ناطحة سحاب تعالوا نشوف بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة عشر ملاعب رياضية مش تقليدية ما شفتش زيها قبل كده ملعب في سويسرا وده ملعب تبنى على ارتفاع الفين متر فوق مستوى سطح البحر وهو أعلى ملعب في أوروبا كلها ملعب الصخرة بأبو زبي هو ما تبناش لحد تلوقتي لكن ملعب الصخرة اللي بيحمل نفس الاسم الحرفي فاز بالفعل بالعديد من الجوايز وتم ناحة المبنى المزهل ده اللي بيسع أربعين ألف مقعد مباشرة على جانب سلسلة جبل حفيت تحس إنه بيشبه مخبأ أحد أشرار سلسلة أفلام بوند أكتر من كونه ملعب رياضي لكن المكان بيتمتع بقلب أخضر وأنشئ كجزء من البيئة المحيطة بيه ومش مقاطع ليها ملعب أكسفورد يونيتد يمكن يكون أقل الملاعب بارق في القيمة من الملاعب التانية لكنه اكتسب مكانه في القيمة دي وده بسبب إنه بيحتوي على ثلاث مدرجات بس بدل من الأربعة القياسية وكمان مخطط إنه يتبني وفق الوضع القياسي لكن وقت البناء هبط النادي في التصنيف واعتمدوا السعة الأصغر لإنها كانت ملأمة أكتر ملعب إيدي جزر فارو الملعب ده هو موطن فريق جزر فارو الوطني الصغير وهو محاط بشكل كامل بالمية وبيقع بين بحر نوريجيان وبحيرة نيوار فاتن وكمان بيوجد في الملعب مندوب علامة نقارب مهمته إنه يجيب الكرات اللي مفقودة في البحر الملعب الوطني خوليو مارتينيز في تشيلي الملعب ده كان ليه دور بارز في مشروع فني عام 2006 وقتها قام الفنان سباستيانيس أوراسيوس بزراعة شجرة منغوليا حقيقية بارتفاع 10 أمطار في وسط الملعب علشان تميز المكان اللي قام فيه الدكتاتور بين شوي بتعذيب السجنة السياسيين قبل 30 عام والمدة إسبوع واحد تم فتح الملعب للجمهور كمنتزه وتوجي المعرض بمباراة كرة قدم وقيمة وقتها قدام 15 ألف شخص وكانت الشجرة لسه مزروعة في منتصف الملعب ساحة ديل كامبو سينيا في إيطاليا الأمر مش مقتصر بس على ملاعب كرة القدم لكنها بتشتهر الساحة وهي بترجع للقرون الوسطى بإنها مركز تجاري جميل جدا لمدينة سيينة ومن قدرش نعرفها غير مرتين بالسنة وقت سباق الخيول بليودي سينيا حوالين حواف الساحة فقط في 2 يوليو و16 أغسطس بيتجمع 10 خيول وفرسان وبدون سرج وبلبس كده مناسب علشان يمثلوا 10 من أقسام المدينة السبعتاشر وبيحضر كل سباق حوالي 40 ألف شخص بيشاهدوا المسابقة ومن النادر إنه السباق نفسه يستمر أكتر من 90 ثانية بيقوموا بتلت لفات من الشائع إنه يتم يلقاء عدد قليل جدا منهم من خيولهم أثناء المشهد الملعب العائم مارينا باي في سنجافورا الملعب افتتح سنة 2007 وهو بيعتبر أكبر منصة عائمة في العالم صنع الملعب من الفلاز بالكامل ومساحته أكبر بقليل من ملعب كرة القدم القياسية والملعب استضاف العديد من الأحداث الرياضية كمان بما فيها دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وسباء الجايزة الكبرى للفورمولا 1 في سنجافورا تقع المنصة العائمة في خليج مارينا اللي تم إنشأه كمشروع لاستصلاح الأراضي وبيواجه مدرج يتسع لـ 30 ألف مقعد ملعب هيرناندو سيليس في بوليفيا الملعب في عاصمة بوليفيا لباز وهو بيعتبر أعلى ملعب في العالم بيقع على ارتفاع 11932 قدم فوق مستوى سطح البحر في عام 2007 منح الفيفا الملعب إعفاء من قوانين الارتفاع ونص على منع له بأي مباراة دولية على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر علشان يتمكنوا من الاستمرار في إقامة مبارايات كاس العالم وكان في الإدعاءات بتقول إن الفرقة البوليفية المحلية كانت بتتمتع بميزة بسبب الارتفاع ويمكن يكون الكلام ده صحيح في تصفيات كاس العالم 2006 و2010 و2014 حقق الفريق 10 انتصارات على أرضه و8 تعدلات ومحققش أي فوز خارج أراضي ملعب جوسبين دولهاك كرواتيا مع ساعة الصغيرة اللي بتبلغ 4000 متفرج فقط فالشيء المسير للإعجاب في الملعب الصغير ده هو قربه من حفة منحضر صخري مع هبوط 500 متر في بحيرة رقم 10 والأخير مهبط طائرات فندق برج العرب هو يمكن ما يكونش ملعب من الناحية الفنية لكنه مسير للإعجاب كونه منصة هبوط طائرات هليكوبتر فوق برج العرب بيتحول إلى ملعب كوري التنس اكتسب الملعب شهرة كبيرة جدا لما تم دعوة لعب التنس العالمي روجير فيدرير وأندري أجاسي للعب بضع جولات فوق الفندق على ارتفاع 1053 قدم فوق مستوى سطح البحر وبكده بنكون أخدنا جولة شيقة لأغرب وأجمل ملاعب في العالم وبتكون خلصت حلقاتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول كان معاكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دمتم في أمان الله مع السلامة